بسم الله الرحمن الرحيم دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيادا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوضن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تذكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ازددوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصادرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغغيتني لأقعدن لهم فرابك المستكيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مظؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوثوث لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما فوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض أدو ولكم في الأرض مستفر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباثا وارسا وآتكم وريشا ولباث التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع أنهما ينزع أنهما لباثهما ليريهما فوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الزياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسطة واكيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تسركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إذ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستقبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل ما يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال بخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من طب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ظواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا متعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونبعنا ما في صدورهم من ظل تجريم تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكدرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينابهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا قوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد ذئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من سفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يبشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مذخرة بأمره ألانه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطماء إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرزنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوها إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلدكم رسالات ربي وأنصه لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه وأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرفنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخار هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظمك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلهون قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجابلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتذروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقفعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فظروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم أذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتكذون من سؤولها قصورا وتنحسون الجبال بوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعطوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا أن أمر ربهم وقالوا يا صالح ابتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في تارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فأنظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعبا وليا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوخوا الكيل والميزان فأوخوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الآكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودون في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عبنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإذ اتبعتم شعيبا إنكم إذا لقاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبهوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوه الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قومنا قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيعة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يحبن الذين يرسون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نبص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاكبة المفسدين وقال النساء يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاسرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نألم غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلدوا هنالك وانقلبوا صاجرين وألقي الثهرة ثابتين قالوا آمنا برب العالمين رب نوسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرم مكرتموه في المدينة لتخرزوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فنقتل أبناءهم ونستعيي إساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واسبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاكبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جدنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون في السنين ونقص من الثمرات لعنهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبرهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسعرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفابع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك لما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينشحون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبديكم إلها وهو صد لكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحين نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لليقاتنا وكلمه ربه قال رب حرمي أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك توتي إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتخصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشج لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا زفدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأقب برأسي فيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأبخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل فإنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نبذي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا من قاتنا فلما أخذتهم الرجل فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتغلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وفعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بليا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وغطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استقاه قومه أن اضرب أصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استقاه قومه أن اضرب أصاك الحجر فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم قطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجذا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبج إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبجهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبدوهم بما كانوا يفسكون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لتريع الإطاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يغفظوه ألم يأخذ عليهم من ساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتبون أفلا تاقلون والذين يمسكون بالكتاب وأخار الصلاة إنا لا نضيع أجر المفلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ظرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغفلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصف القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبذرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مدين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من دنة إن هو إلا نظير مبين أولم ينظروا في ملفوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أدلهم فبأي هديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الزاعة أيان مرتاها يسألونك عن الزاعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سفلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مثني السور إن أنا إلا نظير وبتير لقومي يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الساكرين فلما آتاهما صالحا جعل له سركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يسركون أن يسركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلفون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينسرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليتجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطسون بها أم لهم أعين أم لهم أعين لا أم لهم أعين يبطرون بها أم لهم آذام يسمعون بها قل ادعوا سركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبطرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإما ينذغنك من الشيطان نظرون فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا متهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بطائر من ربكم هذا بطائر من ربكم وهدى ورغمة لقوم يؤمنون وإذا فرع الكرآن فاستمعوا له وأنقتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالهدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبهونهم وله يسجدون اشتركوا في القناة